محمد مصطفى 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 كتير جدا يعني اداء كدفور اه كسبوا اتنين ولكن غير مقنع بالنسبالي صحيح اداء السنغال طبعا مقنع بكل قوة حامل اللقب تلاتة صفر مرتاح جدا بيقول انا منافس برضو على اللي جاي مين اللي جاي مين يلا بقى عشان ننطالك فطبعا زي ما حضرتك قلت بالزبط اللي نعترف نتكلم اغنس تواهم وزنبيك ولسه ولسه فيه مفاجآت كبيرة جدا نتكلم بقى على منتخب مصر دايما البدايات مختلفة يعني عايز اقول لحضرتك نتكلم على نسخة 2017 مثلا متكلم على النسخ اخر النسخ اللي منتخب مصر نسخة 2019 مصر مالي في الافتتاحية كان برضو صفر صفر تعالي 2017 2017 2019 هنا هو ماشي كان الفوز مصر على زينبابوي واحد صفر نتكلم برضو على 2021 النسخة الاخيرة خسرنا من ناجيريا في الافتتاحية واحد صفر فعايزين نقول ان مش مكياس ان احنا مثلا تعطلنا امام موزنبيك لا احنا بصوا على النسخ اللي فاتت نشوف اللي هيحصل فيها ايه حتى حتى دور المجموعات في البطولات اللي هي مثلا 2006 في 2008 في 98 كنا دايما في مطش لازم بنوع فيه في دور المجموعات فمش مكياس بالعكس احنا ممكن نرجع وممكن احنا نقدر ان نشتغل ولكن دايما نرد يقولك في هذا الامر انتما انت في الاخر اتغلبت من ناجيريا السنة اللي فاتت او يعني البطولة اللي فاتت مش برضو انا هنا باتكلم على اصح انا مش مقتنع بالتصنيف ولكن باتكلم على تصنيف حتى فنيا في الملعب منتخب مصري في اقل فرصه او في اقل مجهوده ما هو افضل من موزنبيك في افضل حالته طبعا احنا قابلنا موزنبيك قبل كده ثلاث مرات دي مرة الرابعة الثلاث مرات قابلناهم في 86 قابلناهم في 98 قابلناهم في 2010 الثلاث مرات كسبناهم 2-0 وتوجنا باللقب في الاخر فبالتالي كله كان منتظر ان انت داخل اصاب موزنبيك وتفترسها يعني مش قل من 2-0-3-0 لان انت كمان فايق ومستقر فنيا مع فيتوريا خلال الفترة اللي فاتت ولكن اللي حصل النهاردة ان بيحصل دروب كبير جدا في الفرقة كمان في بعض الحالات الفنية اللي هنتكلم فيها ونستعرضها الوقتي عن الازمة اللي حصلة في وسط الملعب يعني فيتوريا كان دايما بيشتغل بالتلاتة في وسط الملعب حتى وجد المكان لزيزو في وسط الملعب يعني لو استعرضنا الحالات هلأ ان وجود زيزو في وسط الملعب هو عقب ضد متخب مصر لان زيزو هو افضل يعني مشكلة زيزو ايه انه هو من احسن لعبة اللي موجودة في مصر في مركز الجناح اليمين بس في مكانه موجود محمد صلاح فالنهاردة فيتوريا بيعملوا انا ايزا لعبه انه استحق على فكر ان هو يلعب استحقه طبعا ولكن انا في النهاية ملعبوش عشان هو مش استخصار هو مش استخصار والولد نفسه يعاني بي يعاني نعم بيعاني جدا نفسيا مليون في المية بيعاني مؤانا كبير والجزئية بقى الاهم انا قبل ماقول كلهم على منع محجازي وارا اقول كلهم على صلاح عم صفى محمد انا عندي مشكلة كبيرة جدا في وص الملعب اللي هي ايه بقى هتلاقي ان زيزو دايما بيتطرف بياخد الخط ناحية اليمين محمد صلاح بيخش في القلب مع مصفى محمد محمد حمدي ناحية الشمال بيزيد مع تريزيجي محمد يفتحي دايما في دور رقم 8 بيزيد لغاية الـ 18 لما الكرة بتططع منه جاء اللي بيحصل انت لازم هنا واحد يوقف الهجمة بسرعة اللي بيحصل انه انني بيكون بعيد جدا وانني اصلا مش لعب ديستروير اللي بيحصل بيتلاقي ما جاينا عليك بهجمات زي كورت الهدف التاني لو استعرضناها دلوقتي هتلاقي انه مفيش حد قابل في وص الملعب بعد بص خطأ ده الهدف الاول ازمة بص يا كابتن يعني انا مش عارف انت برضو توضح لنا الازمة دي تاريخية في منتخب مصر من ايام انجلترا سنة التسعين وحنا عندها نفس الازمة محمد حمدي هنا الراجل الجناح والراجل الباك ورا ومفيش حد يساند محمد حمدي بص تريزيجي وقف فين الاسهل في كورة زي دي عامل ايه انا كسردباك يعني كستوبر عامل ايه محمد عب منعم هيقرب من اللي قدامه كويس ماشي هنا محمد عب منعم برضو حتى لو قرب ما هو في نهاية انا الراجل الباك اللي زايد والراجل الوينج اللي زايد هم اتنين على واحد محمد حمدي بيدي له مساح يعني انا هسيب اللي برا خالص مقابلش منا هسيب اللي برا بس برضو انا عندي مشكلة انه من ايه مش باصس على الراجل اللي جاي وراه نفس الحكايا حجايزي لو كان منا الكورة كده هتلاقي انه بص الكورة بترفعها طبعا محمد فتح جاي انا متأخر تريزيجي ما جاش غطى مع محمد حمدي الباك كمان كان ممكن عنده اوبشان تاني بدا ما يرفع كمان يدي للباك وبردو كانت تبقى كورة خطيرة جدا انا بس عايز الصورة اللي فاتت يا ساميل عشان اشرح الحتة اللي فاتت دي الصورة اللي فاتت دي تحديدا مش دي اه اللي هي دي الصورة دي بص انا بالنسبالي الصورة دي انا هنا قصد اقول لك ان منعم يبقى مع ده مع الراجل ده وحجازي يبقى مع ده مع اللي قدامه مع الفرودين يعني الفرودين الانتين مدفعين مع الانتين هنا ومحمد حمدي حينزل تلات اربع خطوات لتحت محمد هاني بحيز يعمل التخطية العكسية في ضغر حجازي حيز ان هو يعمل التخطية انا مليش دعا بقى بالاخطاء اللي بتاع حصلت خلاص وهنا حيرفع الأوفر انا هنا لازم اخد خطواتين لورا هنا حجازي لازم يتكلم يا منعيم ارجع خطواتين وراء لازم يتكلم هنا يقول له يا منعيم ومحمد هاني يقول لي حجازي قرب ومحمد هاني ياخد خطواتين لتحت ورجوع انني برضو متأخر بعيدا عن الجزء الامامي ده احنا كمدافعين وراء اربعة وقفين او التلاتة اللي خلاص الكرة حتترفع لازم اتكلم مع الودان لازم اتكلم علشان يبقى فيه كوميونيكيشن او تواصل ما بيني وما بين اللي قدامي الاستوبر اللي قدامي انا في الاخر يهمني ايه ان الكرة ما تخشش في الشناوي جول صح صح فانا هنا حجازي لازم يكلم منعيم وهاني لازم يكلم حجازي وهاني لازم ياخد تلاتة اربعة خطوات لتحت وراء حجازي ومنعيم واحد وحجازي واحد ده ده يعني تخيل بعد كده لو الكرة طلعت لازم اني طبعا ينزل تلاتة اربعة لتحت قصة تانية انا محرك كابتن في كل حاجة بس هي المشكلة انه هي ما هياش هجمة طرقة يعني لا بالعكس ده كررت قبل كده في اكتر من الكرة يعني لو احنا بقى جينا كورة الهدف التاني الاستحواز معانا لا كورة الهدف تاني انا اللي طالع بالكورة اصلا انا اللي طالع بالكورة بالاساس يعني خليها كده النقل الصورة بقى خلاص ايوا هنا احمد حجازي عمل كورة طولية لمصطفى محمد مصطفى محمد هنا كموقف يقف على الكورة ويسند على زيزو هنا مجود بقى زيزو الراجل لرقم 8 فصanal ملعب زيزو فين موجود ناحت الجناح اليمين اللي في النص ده محمد صلاح اللي هو الجناح اللي بيخش في القلب في ظهر مصطفى محمد مين هنا فص فيم ملعب يا كابتن مين اللي على الدايرة مفيش حد ده على الدايرة خالص محمد الننني الراجل رقم 6 بتاعنا بص موجود فين يا كابتن بيغطي محمد حمدي مزايد هنا قدام مستحيل ده يكون خط وسط ملعب يا كابتن وأنا متعادل واحد واحد وعايز أن أنا أمن في وسط ملعب وعايز أطلع بكرة واحدة واحدة هنا حجازي حتى لما حاب يسلم لحد مفيش حد نزله في وسط ملعب لها بكرة طويلة مصطفى محمد لما تقطع بقى هنمشي بكرة كده ايه اللي هيحصل هنا باصة خلاص تقطع كده من محمد صلاح ايه اللي حصل خلاص أنت بتكلم في 1 2 3 4 5 5 لعبة هيروحوا على الاتنين اللي وراء مع محمد لو كملت بقية اللعبة ده حاجة اسمها فتة المستيك يعني طبعا من حجازي من حجازي طبعا الباص غلط بس هنا وسط ملعب أنا عندي مشكلة لا أنا بكلم على لما ترجع هنا هنكمل بس بقى الباص يا كابتن باص الكرة هنجيب اللقطة اللي بعدها خلاص برحتي ألعب برحتي طلع هنا ايه اللي حصل منع محاول يطلع يقفل على الراجل ده محمد النني هنا مغطي على محمد حمد على فكرة ده وضع ده وضع مش وحش مش وحش بس ملعب أزن ولكن كان لازم هاني برضو 3-4 خطوات لتحت اوكي هنا كميل هنا بقى ايه اللي حصل الكرة تلعبت خلاص منع من الراجل اللي معاده قدام وده حجازي وده محمد النني هنا بقى يعني واحدة من اللقطات الغريبة جدا لمحمد النني وعش كيف يقول لها رجالة كابتن محمد النني مينفعش يلعب رقم 6 عندنا في متخب مصر اوكي انا محتاج راجل عنيف شوية في الحتة دي راجل بيعرف كيف طرح حمد طرح حمد مروان عطيه يقدرون يلعب الحتة دي مميز جدا فيها ولازم يكون موجود المباراة القادمة هنا جري اللا الراجل بالقورة حجازي واحدة يعني لسه حجازي لسه مرجعش حجازي اللي احنا عارفينه حاول يعمل تاكلنج رغم انه كان ممكن يكمل جري معا حجازي سابقه اصلا حجازي سابقه بخطوتين ثلاثة انت لب تعمل تاكلنج هنا ومحمد النني بقى هنا بقى هنجيب بقى الصورة الاخيرة واحدة من اللقطات الغريبة جدا لمحمد النني محمد النني وقف طب انت وقفت ليه يعني حجازي عمل تاكلنج وراجل خراص خده محمد النني وقف ليه انت وريدي كنت موجود في المكان ده من بدري كان لازم تكمل جري وكان لازم تدايق اللعب ده فاحنا عندنا مشكلة من وجهة نظر الشخصية النقطة الرئيسية والازمة الكبيرة اللي عند روي فيتوريا ما هيش في قلب الدفاع ولا هي في الشخصيات نفسها بتاع اللعيبة ولا ان احجازي لسه ما جابش نستوي مشكلتنا لسه في سلاسة وسط الملعب مين اللي حط التشكيل بتاعت سلاسة وسط الملعب فيتوريا طبعا ومين اللي ممكن يغير تلازي فيتوريا والاخطاء دي يا كابتن مقررة من مباراة سيريليون مباراة سيريليون كنا ممكن يحصل معانا مشاكل كبيرة جدا بسبب ان زيزو بيزيد على الخط محمد بنني مش هو اللعب اللي بيقدر نويني هجمات فدايما وسط الملعب عندنا فجوة كبيرة جدا وقصاد الفرق كمان اللي ذات المستوى الاعلى من موزنبيق هتلاقى هتواجه مشاكل واعتعاني كتير جدا اذا استمرنا بالثلاثة ده فص الملعب هنكمل كلامنا ولكن نطلع فص الأخير ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية نحن نسلام بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين مباريات النهاردة الحقيقة يا باز كانت مباريات يعني أنا بدأت الحلقة هو فيه يا جماعة سواء بالنسبة للمباريات النهاردة أو بالنسبة للثلاثة تيام اللي فاتوا أو بالنسبة للتحكيم كلمنا عن التحكيم ولكن مباريات اليوم ماذا حدث النهاردة كان فيه طبعا مارتشين يعني بصراحة شفناهم بشكل تاني زي ما حضرتك بتقول بات ماذا حدث نتكلم على أول مباراة موريتانيا وبوركينا فاسو موريتانيا فريق المرابطه فريق صمت قدر أنه هو يوقف الرتم السريع جدا لبوركينا فاسو طوال المباراة وقدر أنه يلعب على الهجم المرتدة ويحرج بوركينا فاسو يعني عايز أقول لحضرتك لحد الدقائق الأخير بخطأ سازج طلبت ضربة جزاء في السواني الأخيرة خلاص لصالح بوركينا فاسو ضيعوا المجهود الكبير جدا والترابط والصمود اللي كانوا عاملينه والعاملاء موريتانيا بشكل كبير جدا لدرجة النهاردة حتى معانا إحصايات المباراة فضل لو نستعرضها هتورينا كابتن إسلام إزاي موريتانيا قدر التوقف في فريق إزاي قدر تعمل حتى خطورة بالهجمات المرتدة عليه طبعا زي ما قلنا إن بخطأ سازج في السواني الأخيرة ضربة جزاء لصالح بوركينا فاسو فازت بواحد صفر الأهداف المتوقع لإكسي جي كان طبعا لصالح بوركينا فاسو لإنها كانت مسكة الرتمية بشكل كبير جدا ومسكة الاستحواز ب 62% مقابل 38% للموريتانيا التمريرات هنا بنتكلم يعني بوركينا فاسو 402 تمريرة منهم 334 تمريرة صحيحة بدقة 83% وده طبعا بيعكس نسبة الاستحواز الكبيرة اللي كانت لبوركينا الناحية التانية موريتانيا ما مسكتش الكرة زي ما اتكلمنا كانت بتهتمد على بنيها بتغلق زوايا التمرير وبتقفل وراء بشكل كبير جدا وبتلعب على الهجم المرتدة فكانت تمريرات عندهم مش كتيرة جدا 242 وده رقم ملاي جدا 165 منهم شكل صحيح بنسبة 68% الفرص حتى ما كانش فيه فرص كبيرة زي ما قلنا كان فيه فرصة وحيدة لبوركينا هي ادية يعني اللي كانت بتشكل خطورة مع الهجمات المرتدة الركنيات أربعة لموريتانيا مقابل ثلاثة فقط لبوركينا التسلل بوركينا وعد في تسلل مرتين زي ما كنا بنقول هما كانت موريتانيا قفل عليهم الخطوط وراء وبتشتغل على المرتدة موريتانيا وعد في تسلل وحيد ده شكل الإحصائية بتاعت مباراة النهاردة حتى رجل المباراة النهاردة هو بلاتي توري بتاع لعب بوركينا فسو الراجل النهاردة لعب يعني مباراة كبيرة مفترض 90 دقيقة عمل صناعة فرصة أسست وحيدة عمل تمرارات صحيحة النهاردة بنسبة عالية جدا 84% وكان بيعني بيلعب شكل كبير جدا فيه بساعد في الاستحواز استخلاص الكرة النهاردة يعني ظهر بشكل قوي جدا استخلاص الكرة 6 مرات عمل يعني كلينس أو تشتيت أو الكرة بشكل بشكل يعني مرة واحدة ولكن هو على المستوى الدفاعي كان عمل مباراة قوية جدا كابتن اسلام في حالة الاستخلاص في حالة غلق الزوايا التمرير في حالة حتى التشتيت من الخلف ده مباراة موريتانيا وبركينا فسو المباراة تانية طبعا تونس يعني بصراحة كانت مفاجأة كبيرة جدا بالمناسبة أن يعني تونس عايز أقول لحضرتك أن دي 16 مرة مشاركة وراء بعض فريق عمل رقم تعرفني إذا عليك النهاردة بشأنهم اتغلبوا في الأرقام قول لو عندك الأرقام لو عندين الأرقام يعني لأن أنا أنا اتفرقت على شوية الحقيقة اه اتفرقت عمضش كله ولكن شوية لنشوفتهم افتكرت العكس ان تونس طبعا هي المفروض فايزة لو استعرضنا طبعا على صغيرة تونس ونمابيا النهاردة واحد سفر زي ما حضرتك بتقول حتى يعني قد يصلوا الهدفين نسب الاستحواز طبعا نسب الاستحواز طبعا أكيد ولكن احنا بص نسب الاستحواز ما بتعكسش خالص الفرص ولا الهدف المتوقع بص بقى واريني الفرص والهدف المتوقع الفرص بنتكلم الفرص بالنسبة من وقع التزديدات ومن وقع الهدف المتوقعة دوت بالنسبة لنميبيا هي المتفوق يعني قد يصلوا الهدفين النهاردة مش هدف واحد هو ده اللي أنا بقول فيه بالزبط يعني حتى مع النسب الاستحواز زي ما حضرتك تقول تسعة وتلاتين في المئة لنميبيا واحد ستين في المئة لتونس حتى التمريرات نميبيا ما كانتش مستحوزة ما ما كانتش الكرة في أرض الفرحبية بالزبط فبيعد عدد تمريرات فبيسمع معنا في الاستحواز يعني المباراة السلبي بالزبط يعني تسعة وتلاتين في المئة المباراة مشت بصراحة برتم غريب جدا الفرص بنتكلم بقى نميبيا كابتن السلام أربع فرص مقابل فرصتين لتونس نتكلم بقى التزديدات والمحولات على المرمى يعني نتخيل ان نميبيا نهاردة سددت تلاتاشر تزديدة منهم ستة أمترجت هددت مرمى تونس بالنسبة لتونس حتى عشر يعني نميبيا دلوقتي من ناحية الهجومية كابتن السلام متفوقة بشكل كبير جدا من ناحية التزديدات من ناحية الفرص من ناحية الـ XG حتى الفوز الحاجة الوحيدة هنا المتفوقة فيها طبعا تونس هي الاستحواز اللي اعتبر زي ما وصفها بيقول بالزبط كده سلم رجل المباراة النهاردة هوتو ده نميبيا وظهر بشكل كويس جدا يعني نتلم الركنيات حتى لصالح نميبيا سبعة قبل تمانية لتونس يعني متقارب التسلل النهاردة تونس وعد في أربعة أربعة تسلل مقابل اتنين فقط لنميبيا نميبيا كانت يعني أشد تركيزا لحد ديئة تسعين بصراحة يعني ظهرت بشكل كويس جدا عادي أقول حضرتك في ديئة ستة بيتر شالويلي طبعا لعب سانداونز المعروف ضيع هدف محقق في ديئة ستة ثلاث تجوان اه يعني منهم في ديئة ستة ده كان هدف سهل جدا كان ممكن يخلص ويده على المباراة ويقلب بشكل تاني المباراة تمان تونس في مناسبة مدرب بتاع نميبيا كولين بنيمين ده هو أصغر مدرب في البطولة عنده خمسة واربعين سنة هو وبعدين مدرب بتاع مالي عنده ستة واربعين سنة وكسب على أكبر مدرب في البطولة هو مدرب جانوب أفريق طيب عندك حاجة مالي والحياناش طبعا احنا مالي يعني برضو مفاجأة جنوب أفريقيا بنتكلم احنا خلصت حضرتك والتنين سفر خلصت المباراة تنين سفر انتهت ده في ديئة ستين وستة وستين يعني بيرسي تاو ضربة الجزائر اللي أضحوا بيرسي تاو بيقولك جاب الكرة من فوق لكن عموما سواء بيرسي تاو أو اليو ديانج اللي اتنين يستحق قالوا أحسن أحسن أرقاما في البدايات للجزائر والكاميرو من ناحية الاستحواز من ناحية الفرص من ناحية التزديدات على المربع والاتنين اتعادل يعني يا حضرتك زي ما قلت بالزبط في الشرط التاني للجزائر غير الشرط الأولات ولكن اللي بصينا على توتا لإجمال المباراة رقميا حتى فنينا تفوق الكاميرو النفس كلام لو ما حدش تفرج على المباراة وشاف بس إحصائية المباراة للكاميرو من أول جزائر يقول لها خلصت 3-0 مثلا لو كاميرو كانت مستفيدة برضو من الطرد بتاع جانبيا بتاع شرط الأول ما هذه قصة أنهم بالزبط وما قدروش أنهم يفوزوا في نهاية المباراة مباراة بكرة بقى عندنا مباراة مهمة جدا وقوية جدا طبعا مجموعة الست دي مجموعة عنا عليها لأنه لو إحنا خدنا أول المجموعة ففطريقنا في دور التمانية أول المجموعة الست دي ولو إحنا خدنا تاني مجموعة ففدور الستاشر هنقابل تاني مجموعة الست مجموعة الست اللي بتضم المغرب وزامبيا والكنغو والتنزانيا مبارات مفروض بكرة الكنغو هتقابل زامبيا والمغرب هتقابل تنزانيا كان فيه أزمة في مبارات المغرب كده وتنزانيا أن المدرب بتاعت تنزانيا عادل عمروش هو مدرب جزائري كان هاجم شوية للتحاد المغربي وأنه هو مسيطر على حقا فريقيا ما عارفين المغرب وجزائر بينه وبعضه اللي بيعس بزبط ولكن تراجع النهاردة عن تصريحاته في المؤتمر الصحفي وقالنا ما كنت شخصه كده وإن لقى المغرب عندها تطور كبير جدا وقدروا أنهما ياخدوا رابع العالم في كأس العالم في كطر طبعا المنتخب المغربي عنده بعض النقص طبعا مزراوي مثلا واحد من اللعيبة النجمة بارم يونخ واحد من اللعيبة اللي لسه ما استعدوش عفيتهم لسه عنده إصابة ومش هشترك فهم برب بكرة ولكن هو عنده نفس القوة الضريبة اللي كانت مبودة في كأس العالم عنده رومان سايس عنده ياسين بونو عنده النصيري عنده زياش وعنده حكيمي عنده يعني وقناحي طبعا الصاحب التصريحي اللي هو اللي أثار شوية مصطفى محمد خلايا مؤتمر الصحفي وإنه المتخب مصر بيكسب اللعيبة بطوء عيمين وشمال بعد ما بيسجله جول ولكن في نهاية بمناسبة وهذا كان غريب يعني منه الحالين رده مصطفى محمد كان رد يعني زكي جدا والركراكي بعض التقريب مغربية الكلمة على إن الركراكي اتكلم مع وقناحي واتكلم على اللعيبة منتخب مغربي ألا يتحدثه مطلقا عن أي منتخب مشارك في السمام أفريقية يتكلم عن منتخب المغرب وبس بيحاول أنه يهدي الأوضاع شوية مش حابب أن يحصل في أي مشاحنات لأنه غمان ومنتخب مصري يمكن يكون منافسه في دور السلتاشر أو دور التمانية زي ما وضحنا طبعا المنتخب الكنغولي ومنتخب الزنبي برضو هيتنافسه مع المنتخب المغربي بعد النتائج دي احنا ما نقدرش نجز من المغرب يكون في صدارة المجموعة كل حاجة وردة في قرط القدر ومنتخب الكنغولي كمان بيدربه ديسابر واحد من المدربين التقال في القرية الأفريقية ضرب أغاندا وضرب في مصر كمان لأكتر من تجربة في مصر مع الإسماعيلي ومع بيرامدز والمنتخب الكنغولي يعني عنده لعب مثلا ويسا مهاجم برينتفورد عنده فيستومايلي مهاجم بيرامدز وكان هدف كنفترالية دور أبطال الموسم اللي فات عنده باكمبو مهاجم جالد سرايف عنده برضو عدم من اللاعبين لا بأسة به ومنتخب الكنغولي طبعا توجب بطولة مرتين قبل كرة في السبعينات والثمانينات ولكن ابتعدوا كثيرا يعني خلال السنوات الأخيرة ولكن في نهاية ظلم من المنتخبات الكبيرة في قارة أفريقيا وبالبطناطح دايما الكبار ومنتخب الزنبي طبعا بيقوده المدرب إيادة الإسرائيلي أفرام جرانت وما عندهش الحقيقة أنه يعني لعبين مميزين في منتخب الزنبي منتخب الرصاصات النحاسية كان عنده فتما لوقات منتخب قوي منتخب عنده عدد من اللاعبين الجيدين في القارة الأفريقية ولكن منتخب زنبي المتواج ببطولة واحدة 2012 ما عندهش النهاردة في قيمته لعيبة تقدر تشيل المنتخب وفقا للمعطيات والنظريا بعيدا عن العمليا وعالورق يعني بعيدا عن النتائج اللي حصلت أكيد المنتخب المغرب يكون في صدارة المجموعة وياليها نتمنى عشان ما أقولش بكرة برضو بيحصل إيه منتخب غانا هل هو منتخب قوي أم ضعيف طيب لو إحنا بصينا على آخر خمس مباريات لمنتخب غانا عشان برضو نظهر الشكل كان ماشي إزاي آخر خمس مباريات لغانا كان فيهم أربع خسائر وفوز وحيد أوكي معنا حتى أرقام آخر خمس مباريات لنستعرضها مع بعض علشان نشوف الفريق كان ماشي إزاي طيب إحنا هنركز أكتر على الناحية الهجومية أنا عايز أقول لحضرتك أن آخر خمس مباريات استقبلوا يا كابتن إسلام عشر أهداف عشر أهداف في آخر خمس مباريات وأحرزوا هدفين ده من ناحية طبعا الهجومية من ناحية الدفعية إجمال التزديدات بقى في الخمس مباريات دول بنتكلم على 54 تزديدة منهم عشرة بس أم ترجل بنسبة 18% يعني لو أنا هقف هل الفريق ده خطر على المرمى من ناحية الهجومية هقول لحضرتك تبكى للتزديدات وكوالية التزديدات لا الدقة حتى بتصل ل 18% دي نسبة ضعيفة جدا الهداف المتوقع اللي كان المفروض يحرزوها كان ستة أهداف أنا بقول إنهم أحرزوا هدفين فقط الهدفين دول إحنا متكلم على كان في مباراة الفوز الوحيد اللي فازوا فيه كان على جزر كمر 1-0 والهدف الثاني اللي هأحرزوه طبعا أمام كاب فيردي دول بس الهدفين فالإكس جي عندهم من إجمال التزديدات وكوالية التزديدات كان المفروض يصل لستة أهداف فده بيقول لك برضو إن هم عندهم مشكلة في الفينيشينج برضو والترابط ما بينهم فيه الناحية اللي جميلة الأهداف المحرزة ما قلنا هدفين التزديدات بقى بالرأس علشان عايزين نربط الكلام دوت بنقاط القوة عندهم سددوا من الاربعة وخمسين تزديدة عندهم 14 تزديدة بالرأس منهم اتنين انترجت بنسبة 14% ولكن هم بيلعبوا بالرأس بشكل كويس جدا أحرزوا هدفين يعني في الخمس مباريات دول احنا قلنا إن هم فيه هدفين أحرزوا ما كانوا بالرأس وده بيقول لك إن احنا هم نقاط القوة عندهم دائما من الكرات السبتة وكرات العرضية المتحركة وحنستعرضها ببعض الصور اللي هتظهر الكلام ده كله وبتحكس الأرقام الأهداف المتوقعة من التزديدات بالرأس قد يصل لتلات أهداف يعني احنا دلوقتي بنقول إن فيه خطورة جدا نخاف أو ناخد بالنا من منتخب غانا في الكرات العرضية أو دربات السبتة أو حتى الركنية علشان بلعبوا برأسهم بشكل كويس جدا دي بالنسبة حتى التزديدات من داخل منطقة الجزاء يعني فيه 35 تزديدة من داخل منطقة الجزاء ستة منهم بس انتارجت بنسبة 17% ولكن عايزة أقول لحضرتك الـ XG لهداف المتوقعة من تزديداتهم على المرمى من داخل منطقة الجزاء قد يصلوا لست أهداف يعني هم عندهم الخطورة لما بلعبوا جوه منطقة الجزاء ولما يسددوا من داخل منطقة الجزاء من خارج منطقة الجزاء ما بيشكلوش أي خطورة منطقة الجزاء أربعة بس منهم انتارجت بنسبة 21% الأرقام دي كلها هنوف بس عند رقمين زي ما قلت لحضرتك اللي بيعكس نقاط القوة عندهم اللي هي الكرات السابتة وكرات العرضية المتحركة لأنهم بالعبوا بالرأس بشكل كويس جدا بيدروا أنهم فيه كومينيكيشن ما بينهم بشكل كويس جدا بيهربوا من الرقابة وبنبدأ نعرض ده بالصور مع بعض اللي هتورينا الفريق غانا بيشتغل ازاي ممكن نبدأ بالصورة الخريطة الحرارية حتى مبارات الكاب فيرد الأخير الخريطة الحرارية اللي هنستعرضها بتورينا الاختراكات بتاعتهم كانت بتشتغل ازاي فريق دايما بيلعب على الأطراف بشكل كويس جدا يعني هنا حتى نتكلم على الكروسات والاختراكات عندهم كانت من ناحية الشمال بشكل كبير جدا بنسبة 43% نتكلم أن فيه 19 كروس تعمل من ناحية الشمال هل ده بسبب خطورة أو سبب خطورة في المباراة ده بشكل كبير لأ لأنه حتى الاكسي جي بتاعهم ما كانش عالي جدا من العمق ما فيش أي اختراكات يا أربع هجمات فقط أو أربع لعبات من ناحية اليمين كان تمانية فقط ولكن التمانية هنا من ناحية اليمين لما تلعبوا شكلوا خطورة بشكل كبير كان ممكن يصلوا إلى نص هدف أو كان ممكن يحقق منهم هدف ممكن قدوس هو متقلق شوية ناحية اليمين عندهم في قدوس مفروض نوع هيرجع مصادمة بس هلما يشارك يعني في مرات مصر من البداية هنا بقى نفس الكلام بصتا كابتن سلام حتى المباراة شوية هنا يعني بتورينا الاختراكات برضو عموما عند فريق غانا بيلعبوا على الأطراف بشكل كويس جدا ومن ناحية الأطراف بدون هم يعملوا الكروسات بشكل رائع جدا فده بيظهر فيهم يعني ده بعض الشكل عام الخارجي بالأرقام لو عايزيني بص بقى نترجم ده في الملعب عامل ازاي من ناحية الفنية في بعض الحالات معنا عايزيني شوف طيب ده مباراة الكاب فيردي الأخيرة مشكلتهم ايه مشكلتهم دايما لما بتلعب عليهم الكرات العرضية الكرات السابتة عندهم مشكلة كبيرة جدا في التماركز يعني نكمل الصورة ده أمام كاب فيردي يعني لو نرجع بس نشوف اللعبة ده دربة ركنية دربة ركنية لغانا كان المباراة هنا لسه في الديئة 55 كان واحد صفر للكاب فيردي ده الهدف التعادل كده بدئين بالأهداف بتاعت غانا تمام بصد كابتن اسلام دام ان هما بلعبوها بشكل كويس جدا ويعني يعني معلش دي الهدف ده ماشي دكورت الهدف تاني يبقى نسبة بس عن دكورة الهدف تاني مشكلتهم ده كوميدي جدا كوميديا من الاستوبر ومن حارس المرب طب هاده هالده ده تقرر بقى كابتن اسلام يعني في آخر مبارااتهم حتى المباراة اللي عبوها امام امريكا الهدفية بس لو النتيجة حصلت كده بكرة زي ما قلت لك بني وبينك مش حاول قدام الناس عندهم مشكلة دايما يعني في التمركز هنا يعني حتى الكرة التانية دايما بيخسروها يا رجل في حاجة في الدنيا في الدنيا الباكليفت مش شايف أصلا ده مفيش ده تفرج ده مفيش كده في الدنيا والله ما شفته شفتهاش حتى في لعيبنا يعني بدائيات الناشئين بتقول لهم ايه بص على الكرة بص على المكانك بص على المكانك وده بلعب ايه يا جماعة ده ايه انا معرفش ده بلعب باكليفت ولا بلعب ستة مثلا ونازل يغطي على مش عارف لو كان اللي لازئين في بعض دول لازئين في بعض ليه هناك هي كرة تلعبت بص في حاجة مش مزبوطة هي كرة أصلا يعني لو كان في فيديو الراجل الأخير ده تركب تنسلام لعند الكرة نفسه كانت كرة معايا أصلا يعني كان فيه عدم تركيز ان هو حتى يخرج كرة لا وكرة طولت وعامل ملف واجون طلع في وقت غريب فتعملت فبقى تجون فاضي يعني اللقبة كلها غريب وكراس هويت من المدرب بتاعهم من الارلندي واحد من المدربين يعني ضعفة جدا في البطولة دي واخر 11 مباراة ليه مع غانا كسب اربعة بس وحتى كده المشجع كان حيدرابه بالزبط فواحد من المدربين اللي عندهم مش مدرب تقيل حتى ما صرته كمان كان لعب كان ضعيفة جدا في المانيا في الدرجة التالية صحيح يعني برضو نماشي الحالات في المباراة السابقة خلاص احنا الكابفيردي عرفنا الفريب يلعب ازاي ومشاكلهم عاملة ازاي في بعض الحالات معنا برضو بالصور من المباراة لقبل كده المباراة طبعا أمام جزر كمر أو مدغشكر بيبين لنا نفس الكلام النقاط القوة عندهم زي ما قلنا من الكرات العرضية الكرات السابقة بلعبها بشكل كويس جدا لو نستعرض مع الشباب كم هدف هم أحرزوه بالشكل دوت زي ما الأرقام قالت لنا كده بلعبوا برأسهم بشكل كويس جدا كرصات عندهم بشكل كويس جدا لو نستعرضها هتورينا الفريد ده كل كرات السابقة عندهم بتشكل خطورة كبيرة جدا على الخصم فلازم ناخد بالنا من أي كرات سابقة أي كرات سابقة أو أي كرات عرضية عرضية متحرك على طول بترجموها النقاط القوة عندهم بس هو مش متخب مرعب يا كابتن المتخب ده يعني خرج من كاسموال أفريقية اللي فاتت بنقطة واحدة وكان جزر القمر صعدت على حسابه في أفضل مركز ثالث المتخب ده مسلا مصد جزر القمر اللي عبهم ثلاث مرات مرتين في تصفاك كاسعالم ممرف كاسموال أفريقية خسر مرتين منهم المتخب ده زي قوله حراك مع كريس هويتون ومدارب بتاحهم خسروا أربع مبارات من آخر 11 مبارات وزي مستعرض بباس كلا مبارات آخر خمس مبارات بتتكلم في المتخب لا يفوز فهو المتخب مش قوي عنده بعض العناصر مميزة زي كدوس زي لك وليمز مثلا وزي أيو اللي قدر نهو يعمل رقم كرات ممكن نستعرض مفاتيح اللعب عندهم أو اللعيبة اللي هي يعني ممكن تظهر بشكل كويس جدا بنتكلم زي ما أتكلم معاك كده في الماشي التشكيل هنا الفريد آمن بلعب أربعة اثنين ثلاثة واحد أربعة اثنين ثلاثة واحد بنتكلم على قلوب الدفاع هنا سلاسيو يعني بالزبط هو الشباب ماشي معنا وأندري آيو ماشي وجوردين آيو بنتكلم على الأربعة اللي ورا ده دايما سبتينا كابتن اسلام حتى اللعب الاسمه منسا اللي هو الباك الشمال هنا كده ممكن تشوف هو اتجاه الملعب هنا مع الشباب يعني بدء من فوق الديريكشن لتحت يعني فحارس المربا بنتكلم على الأربعة اللي ورا عايز أوف بس عند الظهير الآيصر عندهم منسا دوت هو دايما بيشارك بشكل كبير جدا هو طبعا فول باك بيطير بيشارك في الكروسات بشكل كبير جدا حتى أرقامه في آخر خمس مباريات عمل 12 كروسة كابتن اسلام منهم خمسة بشكل صحيح دكتو بتوصل ل41% وهم ده دايما بيعتمدوا عليه في الكرات العرضية بالزبط كده بتتكلم برضو على لعب الايو اللي هو في نص الملعب اندريا ايو ايو ده دايما برضو بيشارك في الكروسات وبيشارك في التمريرات المفتاحية وصنع الألعاب والأسست بشكل كبير جدا وأرقامه حتى بتعكس الكلام ده كله فده برضو من أحد مفاتيح اللعب عنده فاحنا لازم نركز ان في مفاتيح اللعب بتشتغل على الكروسات والعرضيات هم عارفين هم بيعملوها ازاي من على الأطراف زي ما احنا قلنا محمد برضو من الجانب الآخر كيف ترى هذه المباراة وقلنا تشكيل مصر من وجهة نظرك اول حاجة هو لازم من الثلاثة وصف ملعب يكون فيه تغيير فيه لان انا محتاج لعب وسط رقم ستة قوي يقدر انه هو بيعني هجمات لعب يقدر انه يبني هجمات بشكل كويس بالزبط يقطع ويقدر انه يبني هجمات بشكل كويس ودايما بيسديلي الفراغ بتاع منطقة الوسط الملعب اللي كان دايما واضح في اللقطات اللي احنا شفناها يعني أقرب حد والأميز حد في الحتة دي موجودة هو الوحيد في القائمة وهو مرون عطية وما ينفيش غيره وما ينفعش مرون عطية يكون بالمستوى الهاي اللي بيقدمه افضل لعب في اول مباراة في كاس عامل ان ده امام التحق جدا وما يكونش موجود اساسي في المباراة دي زيزو ما ينفعش يكون موجود وسط ملعب يعني لو انا هلعب بزيزو على حسب سير المباراة انا ممكن بقى اغير ألعب ب4-4-2 ألعب ب2 ديفندرات قوية مع زيزو يكون موجود ناحية اليمين مع ترسجي ناحية الشمال ودخل صلاح في القلب مع مصطفى محمد ويبقى ده الشكل اللي أبنى به حتى بمناسبة وقت كيروش في بعض الأوقات ولكن في طريقة 4-3-3 وانا أدل زيزو في فكرة ان هو او حرية ان هو يطلع على الجناح ناحية اليمين وفرق وسط الملعب في وجود لعب زي محمد النيني ضعيف في الناحية انهاء الهجمات فهيكون صعب جدا فعشان كده أنا من رأي ان مروان عطية يكون موجود في مركز 6 جنبه محمد انني في مركز رقم 8 والتالب بتاعهم يكون حمد فتحي او امام عشور يعني هو السلاسة ده لازم يكون بالتوليفة دي وبالشكل ده يعني فعش مروان عطية ما يكونش موجود انني لو هتستخدم ويتستخدمه كل لعب رقم 8 زيزو ما يكونش موجود في وسط الملعب والتالب اما يكون حمد فتحي او مروان او امام عشور وطبعا في السلاسة الامامي لا شك طبعا ان محمد صلاح ومصطفى محمد وتريزيجي او مرموش تريزيجي حيانا بيقدم مستوىات كويسة جدا ومرموش الاداء اللي بيقدمه مع فرانكفورت في مركز رقم 9 بيخليني دايما افكر انه ليه ما يكونش هو مهاجم البديل لمصطفى محمد وليه ما يكونش مهاجم التاني اللي جنب مصطفى محمد بالزبط لو عايز العب اتنين مهاجمين اللي ما يكونش هو المهاجم التاني بالزبط ملعب مصطفى ومرموش ومحمد صلاح وينجرايت وينجرايت زي ما بيلعب واتريزيجي وينجليفت وحط اتنين لعبة وسط ملعب قوية جدا ووسط ملعب لو انا عايز العب بالشكل واشوف الدلية تمشي ازاي بزبط ولكن لو انا هلعب كويس زي محمد حمدي وفي ناحية الهجومية افضل من محمد حمدي بمراحل فانا اظن انه التغييرات انت محتاج تغييرتين في التشكيلة خروج زيزي وانزول مرعان اعطيها وتزوق انني في مركز زركم تمانية وتنزل احمد فتوح مكان محمد حمدي بقيت التشكيلة ما عنديش مشكلة فيها حجازي معدكش مشكلة ما عنديش مشكلة في حجازي لانه حجازي من شخصيات اللعيبة اللي لما بترجع من اصابة هو بيديك لحقي ان انا راجع مكاني محجوز لان انا شخصية ولان انا وجودي في الملعب مهم جدا وهيجيب حجازي هيجي اداءه مع الوقت ولكن عندي تحفز على البديل بتاع حجازي ومحمد عبدالله لازم يكون ياسر ابراهيم لان السرعات واضح جدا ان احنا عندنا مشاكل في السرعات واكتر لاعب عنده سرعات في اللعيبة التلاتة اللي موجودين علي جبر وحمد سامي واسر ابراهيم هو ياسر ابراهيم ومع الاداية اللي كانت دامة على الاهر خلاله في فترات الاخيرة لازم يكون موجود كبديل لحجازي اخر حجازي مش عايز اربط المباراة او التشكيلة امام غانا بالمباراة الاخيرة بمعنى الاخطاء اللي احنا شفناها اللي شرحها مصطفى كده لأ انا عايز اشتغل على الخصم غانا بتلعب ازاي زي ما بنقول ان عندهم فول باكس بيلعبوا الكروسات بشكل كويس جدا فانا انا بيقول ان فيتوريا مش هيبص للناس كلها بتقوله هو عيام اللي هو عايزه بس انا متكلم لو انا عايز اواجه غانا بشكل قوي جدا انا شايف ان محمد حمدي يفضل ليه لان انا عندي فول باكس بيزيد في ناحية الشبال عندهم او ناحية اليمين فالراجل ده بيقوم بالمهام الدفاعية بشكل افضل من فتوح فتوح طبعا عندهم ناحية الهجومية افضل من حمدي ناحية التانية ناحية اليمين محمد هاني بنفس الكلام قلوه بالدفاع حضرتك لما كنت بتشرح دلوقتي الهدف او الهدفين اللي دخلوا فينا سببهم الاساسي هو الكمنيكيشن مفيش التواصل كلما راح بتخلص الموضوع فانا شاف ان ياسر ابراهيم خاصة الفريق اللي احنا بنقول عليه غانا بلعب الكروسات او الكرات العرضية بشكل كويس جدا ومميزين فيها يا كابتن اسلام انا شاف ان الكمنيكيشن مبين ياسر والكيميا مبين ومبين محمد عم منعم الفترات الطويلة جدا بالمشاركات معهم مع النادي الاهلي هيلعب دور كبير جدا فيه ان هو يقفل على مفاتيح او الكرات الخطيرة اللي ممكن تلعبها غانا لو شكلت علينا خطور ده الناحية الدفاعية بشكل كبير جدا نحيل النص الملعب بس كلنا متفقين وحتى نيني زاد تمانية بدأنا ان احنا اتمنى ان نلعب طبعا بمروان هيلعب دور كبير جدا معه وبنسبة طبعا لو فيه نحيل هجومية شوية با امام عشور وبنسبة بال زي ما كلمنا انا اتمنى ان احنا نبدأ بعمر مرموش ونبدأ ان احنا على حسب سين المباراة يخش مثلا تسعة ونص او مهاجم تاني وطبعا محمد صلاح نحرره بقى الراجل بلعب طول حياته يعني جناح يمين وخطورته بتظهر بالشكل كويس جدا شوفنا التمركزات عند منتخب غانا واللعب بالكرة على الارض او الواحد على واحد هم بالنسبة لهم دي بتشكل عليهم خطورة كبيرة جدا واحنا عندنا اللعيبة والكوالت اللعيبة اللي تقدر تصنع الفرق في الحتة ان شاء الله يكون الفوز لمنتخبنا الوطني تلاتة ان شاء الله ان شاء الله تكن تقولون لها لي مرة لها قلتها على احساس جديد جدا ربنا يكرم يا رب واستطيع منتخبنا الوطني ان احنا الحياة كلنا في ظهر منتخبنا زي ما قلت في بداية كلامي قد يكون هناك بعض الانتقاد وده طبيعي قد يكون هناك بعض الزعل وده طبيعي أيضا ولكن في النهاية مصر كلها في ظهر منتخبنا الوطني انا بشكرك جدا محمد مصطفى على وجودك معنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا يا محمد الباز على وجودك معنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا كل التوفيق ان شاء الله يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني خلال المباراة القادمة وبعد ما نخلص من المباراة اللي جاية يحلها ألف حلال وستطيع النفوس في المباراة اللي بعدها كمان ان شاء الله تفاؤل كبير جدا وامنيات طيبة لمنتخبنا ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكلمنا ونستطيع النفوس أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير